عارفين انتو صوابع زينة بالمقرمشة الغرقانة بالشرباط ومرملة من جوا دي؟ اه طبعا كلنا عارفينها اه دي بقى اللي هنعملها مع بعضي في الفيديو النهاردة هقولك بقى النهاردة السر اللي هيخليك تطلعيها مقرمشة ومرملة من جوا باللون الجميل التحفة ده احفظ الفيديو ده بقى عندك علشان هتحتاجي تعمليها الايام الجاية علشان دخلت رمضان كل سنة وحضراتكو بخير والشطرة بقى فيكن لتعرف هي ليت سمت صوابع زينة بتكتب في التعليقات تحت وانا كمان هكتبلوك في التعليقات هي ليت سمت بالاسم ده يلا نبدأ وصفتنا بالصلاة على الحبيب عليها افضل الصلاة والسلام ودعوة جميلة لاخواتنا في الايام المفترجة دي بالنصر والسبات وفاق القرب اللهم امين اول حاجة هبتدي بيها شرباط عندي كباتين من السكر وزنهم 500 جرام عليهم كباية من المية وزنها 250 ملي شرباط الصوابع زينة بيكون تقيل وبارد بقلب تقليبة بسيطة بس من النص كده علشان ادوب كمية من السكر لان طبعا السكر كتير فعايز بس ادوب جزء منه والتقليب بيكون بالراحة وما تبليش جوانب الحلة بالسكر بعد كده برفعه على نار متوسطة واول ما بيغلي بديله ربع معلقة ملح لمون او عصير نص لمونة بسيبه بعد الغليان بالضبط من 8 ل 10 دقايق من وقت للتاني بجيب فرشة ببلها مية بمسح جناه بالحلة علشان الشرباط بتاعه ما يسكرش بعد ما الشرباط يوصل لمرحلة دي بعد ما عد عليه تقريبا 8 او 9 دقايق بفضيه في اي بولة وبسيبه لحد ما يبرد خالص طبعا برد تلاجة بعد ما بعمل الشرباط بسيبه ساعة الاول وبعد كده ببتدي اعمل الصوابع زينة عندي كوبايتين اتنين من الدي ووزنهم 250 جرام عليهم رشة ملح معلقة سكر صغيرة وربع معلقة من الخميرة وهزيب لكم المئدير بالجرام وبالكوباية وبالمعلقة كل ده في الوصف وتحت الفيديو في التعليقات ضيفت كمان نص كوباية من دقيق السميد اللي هو بتاع البسبوسة وقلبت بعد كده اضيف تلت كوباية من السمنة البلدي او السمنة على الزيت او الزيت بس زي ما تحبي كوباية اللي ربع من المية وببتدي ان انا اقلب لحد بقى الدقيق يختفي ما تضيفيش مقدار المية كل مرة واحدة سيبي معلقة او اتنين علشان تشوفي العجينة بتاعتك ممكن ما تحتاجش كمية السوايل دي كلها بعجن العجينة بتاعتك كويس لحد ما تلم وتأكد انها لما تماما العجينة بتاعتي ما بتكونش بتلزق بيكون طرية بس ما فيهاش تلزي طرية بس ما فيهاش تلزي بغطيها بكيس بلاستيك واسيبها بس خمس دقايق ترتاح مش اكتر من كده ما بنخمرش العجينة علشان النقشة بتاعتها ما تروحش وما تكبرش في الزيت انا بريحة بس خمس دقايق علشان اعرف اشكلها وتبقى سهلة معايا في التشكيل بياخد جزء من العجينة وبغطي الباقي وبحط راشة دقيق على الرخامة مهمة جدا راشة الديق دي علشان العجينة متلزقش في الرخامة ببتدي ان انا افردها رول او صباح طويل كده وبقطعها قطع صغيرة وادامك هنا كزا طريقة للتشكيل او الطريقة ان انا اخد قطع قطع وقطع واعملها زي صوابع الكفتة كده كايني بعمل كفتة رز بالضبط نفس الحجم بسويها بالشكل ده او ان انا اسيبها متقطعها بنفس التقطعة دي زي ما هي بجيب هنا اول حاجة بصمت الكحك ببتدي ان انا افردها بالشكل اللي انت شايفينه ده من الاطراف بضغط عليها على البصمة وابتدي ألمي او ان انا افردها على اللية بتاعت التحمير بتاعت البطاطس المصفى دي وبفردها بالشكل ده ياما تسيبيها صوابع زمية وتلفيها ياما بنفس التقطعة وتعمليها بالشكل اللي انت شايفها ده لو لقتيها بتلزق منك رشة دي بسيطة على البصمة من فوق او على المصفى بتشكلها وبترصيها على صنية تكون متبضرة يا اما بدي او السميد دي لبيض او السميد والافضل يكون بدي لبيض ورشة خفيفة انا هوريكم الاثنين وهوريكم الافضل دي اول صنية كنت مشكلها على رشة سميد ببتدي ان انا ننزل بيها في طوصة فيها زيت يكون سخنة بس مش قوي بدرجة حرارته متوسطة والزيت يكون غزير بنزل بصوابع زينب والحرارة بتاعتي بيكون متوسطة مش عالية علشان ما تتحمرش وتاخد دون وهي لسه طرية من جوه ايه دي بتفضل تقلب فيها بالسمرار علشان تاخد دون موحد بتاخد تقريبا في الزيت سبع دقائق اول دايتين تلاتة كده اول ما بنزلها في الزيت بنزلها والحرارة متوسطة وفي النص بهد الحرارة شوية علشان تستوي كواس من جوه بصوا بقى انا ما بحبش ان انا اشكلها على السميد علشان بينزل في الطوصة وبتحرق من تحت وفي نفس الوقت هتلاقي الدور اللي انت حط فيه سميد بتلاقي مخرز على الصوابع زينب لكن لما بتكون على رشة دقيق بسيطة خالص ما بنزلش دقيق في الزيت وفي نفس الوقت بيكون الصوابع زينب نعمة وحلوة اول دا الدور الثاني هتلاحظوا انه قدخن سنة من الدور الاولاني لانه تقريبا قعد خمس دقايق او ست دقايق زيادة فالتخمير كان بدأ يشتغل في العجيب فلما تكوني هتعملي كمية بتحطيها في التلاجة اول باول ما بتسبيهاش تختمر طول ما صوابع زينب في الطوصة بفضل اقلب فيها باستمرار علشان تاخد لون دهبي موحد واول ما بتطلحها من الزيت على طول بنزل بيها في الشرباط والشرباط بيكون تقيل وبارد بقلب صوابع زينب في الشرباط كويس جدا وبسيبها مش قل من خمس دقايق علشان تتشرب الشرباط بتاعها وقلبها من جوه يكون شارب الشرباط بعد كده بطلحها على مصفة واسيبها تنزل الشرباط الزيادة الحلويات دي من اسهل الحلويات اللي ممكن تعمليها لكن تركات بسيطة جدا هتنجحها معاكي او هتطلحها بايزا اولا التزمي باندار الخميرة ما تزوديش عن المقدار اللي قلت عليه علشان لو الخميرة زيادة هتتنفخ قوي في الزيت وفي نفس الوقت النقشة بتاعتها هتروح والتزمي كمان بدرجة الحرارة لمناسبة للتسويع علشان تطلع معاكي صوابع زينب حمراء ومقرمشة وقلبها شارب الشرباط وتطلع بالجمال اللي انت شايفينه ده جربوها وان شاء الله تعجبكم